اسم الدرس وظائف الجلد ووقايته الهدف أتعرف وظائف الجلد وأساليب وقايته 1- أبحث الجلد هو عضو اللمس والغطاء الخارجي لجسمك فماذا تفعل لحمايته؟ للمحفظة على الغطاء الخارجي للجسم أحرص على عدم استعمال الآلات الحادة تجنب مصادر الحرارة سمي أمراض معضية يمكن أن تصيب جلد الإنسان وعي التي يتعرض إليها الأطفال خاصة هناك أمراض عديدة تصيب الجلد ومن هذه الأمراض ما يلي مرض الحصبة هو بالأساس التهاب في المسالك الهوائية التنفسية يسببه فيروس معض جدا من بين الأعراض التي ترافق مرض الحصبة السعال، الزكام، تهيج العينين، وحمرارهما، أوجاع في الحلق، ارتفاع درجة الحرارة، وطفح بشكل بقع حمراء تظهر على الجلد مرض القرع مرض ناتج عن إصابة شعر الرأس بالفقاع التفيلي وهو مرض شديد العدوى ينتج عنه سقوط الشعر وظهور بقع بيضاء في جلد الرأس تتساقط قشوراً وتحصل العدوى بهذا المرض كالأتي مصدر المرض إنسان جلده مريض حيوان شعره مريض كلب قط المسبب للمرض فقاع تفيلي متأتن من إنسان أو حيوان المتعرض للعدوى الطفل في المقام الأول الكهل وتكون إصابته نادرة جداً ماذا تفعل عندما تجد نفسك يوماً ماراً أمام كلب حركاته غريبة ولعبه سائل؟ أول ما أقوم بفعله هو تجنب مكان وجوده والابتعاد عنه ثم أقوم بالاتصال بإحدى الجمعيات المختصة بالحيوانات لإيجاد حل سريع له حتى لا يحصل أي مكروه للمرة 2- الإشكالية بينما كان أحمد يساعد والده في الحديقة كان أبوه يستوقفه من حين لآخر ليقدم له بعض النصائح تصور هذه النصائح النصائح المقدمة من الأب لا تستعمل آلات الحفر وتجنب الإمساك بإحدها حاذر مساس النبتات الشوكية لا تلامس التربة بيديك ضع القفازتين احتساباً لأي أذى يمكن أن يحصل لك 3- أعبر أعبر عن هذه النصائح تعتبر هذه النصائح من بين الأولويات التي يجب توخيها عند القيام بأعمال البستنة والعمل بالحقل 4- أتثبت متى تحتاج لوضع قفازتين؟ أحتاج لوضع قفازتين كلما هممت القيام بعمل يدوي من الممكن أن أتعرض فيه للأذى ولو بنسبة قليلة 5- تمنعك أمك أحياناً من القيام ببعض الأعمال اذكرها لماذا تمنعك من ذلك؟ من الأعمال التي تمنعني والدة القيام بها طهي الطعام لاجتناب التعرض للحرق ومسببات الحرارة لصغر السنين عدم استعمالي الآلات الحادة كالمقص والسكين إلا بمساعدتها 6- عند الاستحمام افرق جلد يديك جيداً بقفاز الاستحمام ماذا تلاحظ؟ 7- ألاحظ أن الجسم تخلص من الشوائب من قشور وغيرها 8- أصيب أخوك بمرض الحصبة صفه اذكر الإجراءات التي قامت بها العائلة في مرة تعتبر الأولى للظهور عدة علامات مرضية على أخي الصغير اختلطت وتزامنت في أن واحد من سعال زكام تهيج العينين وحمرارهما أو جاع في الحلق ارتفع درجة الحرارة وتفحن بشكل بقع حمراء تبين في نهاية الأمر أنها بوادر لمرض الحصبة الذي يصيب الأطفال في مرحلة عمرية أخذاه إثره والدي وعرضاه على الطبيب لإجراء التلاقيح اللازمة لجاركم كلب سائب جاء عون البلدية وطلب منه أن يشد وثاقه لماذا؟ جاء هذا الطلب لتجنب انتشار العدوى وإلحاق الأذى بالمرة أرادت أختك تربية جرو فقدمت لها نصائح اذكرها بعض النصائح اللازمة لتربية جرو إجراء الفحوصات وعرضه على البيطري في كل مرة تخصيص مكان لتربيته والحرص على تنظيفه الدائم الحرص على نظافة الكلب من حين إلى آخر 5- أطبق يغسل الإنسان وجهه وأطرافه كل يوم في حين يغسل كامل جسمه مرة واحدة في الأسبوع على الأقل لماذا؟ لأن الأطراف والوجه من بين الأعضاء الأكثر عرضة للعوامل الخارجية المسببة في تكون الجراثيم والبكتيريا أختار الإجابة الصحيحة وأعلّي الاختياري لأحافظ على سلامة الجسم أتجنب الشخص المصاب بمرض جلدي معدن لأن ارتداء الثياب الثقيل ليس حلاً لتجنب العدوى ولا تعتبر واقياً للحفاظ على صحة الإنسان من العدوى أتأمل الصورة وأبدي رأيي في سلوك الطفل معللاً جوابي يعتبر ما قام به هذا الطفل سلوكاً سيئاً وغير مسؤول لأنه يعرض نفسه للخطر المؤكد بملامسة مصدر للحرارة يهدد سلامة جلده وقد يسبب له الأذى البلغة بالحرق 6- أعلم أن الجلد دوراً في حماية الجسم من الحرارة والبرد وحمايته من الجراثيم لذلك وجب علي حمايته من الأمراض والحروق والجروح النظافة والتلقيح ضد الأمراض المعضية عاملان أساسيان لحماية الجلد من الأمراض اللعب بالنار والأجسام الحادة خطر كبير يهدد سلامة جلدك تلقيح الحيوانات الأليفة واجتناب السائب منها ضرورتان لحماية الإنسان 7- تعلمت هذه يدك مكسوة بجلد مرن يعمل على حمايتها فكيف ستحافظ عليها من الأمراض والحروق والجروح؟ عبر عن أفكارك مستعيناً بما تعلمته أثناء الدرس 8- لا ألعب بالأدوات الحادة لا ألمس إناء ساخناً جداً أتجنب اللعب العنيف مع غيري 8- يجب توخي الحذر أثناء القيام بعمل ما بإمكانه إلحاق الضرر بها واستعمال القفازتين كواق ومحافظ على سلامة غطائها الخارجي الجلد 8- أقيم مكتسباتي أصيبت رانيا بمرض الحصبة فاستأذنت صديقتها هديل أمها لتقوم بزيارتها فوافقت الأم لأن ابنتها قامت بجميع التلاقيح اللازمة في مواعيدها هل توافق الأم؟ نعم أوافق الأم لأن هذا المرض معدن في حالة ما إن كان الشخص غير حامل لمناعة ضده وهذه البنت قد قامت بالتلاقيح اللازمة في مواعيدها فلا خوف عليها إذن من حدوث العدوى 9- أسئلة للتوسع أنت تعرف أن الجلد يكس كامل جسمك من الخارج فهل تعرف إن كان يكسه أيضا من الداخل؟ جلدك يحمل بصمتك تعرف عليه بوضع إبهامك في حبر ملون وطبعه على ورقة بيضاء